تقدم النائب علي الخنيس بسؤال لوزير التجارة والصناعة دكتور يوسف العلي عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار وزاري بإلغاء تجميد أسعار السلع بعد أربعة شهور من صدور قرار ممثل بتجميد أسعار السلع والخدمات الحرفية وتزامنه مع قرار الحكومة رفع أسعار البنزين وطلب النائب توضيح ما إذا كان لدى الوزارة تصور بأن أسعار السلع والخدمات سترتفع متأثرة بقرار الحكومة رفع أسعار البنزين أم أن ذلك الرفع سيكون نسبيا على نوعية السلع والخدمات أم أنه لن يكون له أي تأثير في ذلك